تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإعلام بنلاحظ أنه على مستوى المصادر الإعلام في الدول المتقدمة جميعا وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدرا له إلا إذا كان هناك رئيس ميسر رئيس الأمريكي ترامب الذي تويتر حسابه يأخذ من حسابه لكن ليس مصدرا لمعلومة المعلومة تدقق من وسائل التقليدية في الإعلام التقليدي بكل وسائل التحقق فهذه ناحية الأمر الثاني أيضا وحدك لمست هذا أنه لدينا على وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد كما ذكرت أنت حوار حتى في الدول المتقدمة الغربية الحوار يدور في الإعلام التقليدي لا يوجد يعني مناقشة التواصل الاجتماعي إما لسماع في الغرب طرفة أو فيديو يعني شخصي أو نميمة الحوار السياسي الواقعي بيدور على شاشات مثل هذه وصحف مثل تلك ويوتيوب يعني بمعنى هل ده في حد ذاته الدور الاستثنائي لوسائل التواصل الاجتماعي في مجتمعاتنا اللي هو دور الحقيقة غير موجود في العالم عودة السياسة الواقعية كفيل بعودة الأمور إلى نصابها يعني إلى حد كبير وخاصة إذا ارتبطت عودة السياسة الواقعية بأداء الإعلام لدوره الطبيعي الإعلام دوره دوره الطبيعي أن يكون منصة للحوار طبعا دوره الأول هو أنه ينقل للناس ما يحدث وجزء مهم جدا مما يحدث هو الحوار وأن تكون هناك أفكار واتجاهات مختلفة كلها تتوخى المصلحة الوطنية كلها لديها حرص على المصلحة العامة ليس لديها أجندات خارجية هذا هذا الحوار إذا لم يحدث في وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمكتوبة والمبوعة لن يحدث على الإطلاق وبالتالي سنظن قطيعا في المواجهات قطيئة في المواجهات قطيئة على وسائل التواصل على وسائل التواصل أو شتائب ومن لديه قدرة أعلى أو مصلحة أكبر في السعي للسيطرة على المشاعر والعواطف والهبهة وخلق حالات غير طبيعية بتزداد فرصته في أن يحقق هذا الذي يسعى إليه أنه يستطيع تبقى أمامه فرصة أكبر للتلاعب بالناس أنا التلاعب ده حيب السؤال الأخير وأنا حسأله بصراحة شديدة جدا وأنت كأستاذ وباحث في العلوم السياسية كان هناك دائما يعني نزاعات حوالين أمرين يهمونا واحدة فيهم مش موضوع حلقتنا له دور الفرد في التاريخ مدرستين مدرستين لكن دور المؤامرة في التاريخ لدينا أحداث بتمر بها دول كثيرة آخرها مصر وأنا تذكر هنا وكان ده وقت الإعلام التقليدي أحداث رومانيا تشوشيسكو وأنت ذكرت أوكرانيا وجورجيا وكان ده في أوقات الإعلام التقليدي ونحن الآن إذا الإعلام الجديد هل من واقع خبرتك ورؤيتك وأبحاثك هناك شيء يمكن أن نسميه مؤامرة بلا أتحدث عن الحجم لكن الفكرة هل موجودة أم نستبعدها تماما لا بالتأكيد فيه يعني يعني التاريخ فيه مؤامرات لكن التاريخ ليس مؤامرة يعني ليس كل ما في التاريخ ولا كل ما في الواقع مؤامرة قطعا قطعا لكن بالتأكيد في هذا في هذا العصر غالبا ما تكون المؤامرات واضحة يعني هذا العصر الذي يصعو فيه إخفاء شيء إلا في مقلة أو ندر فالمؤامرة بتاخد شكل تخطيط ولذلك بتستطيع اكتشافها بسرعة لأنها في معظم الأحيان بتكشف نفسها بنفسها وهذا النوع من التدبير عندما يراد به شر هذا الشر لا يحق نتيجاته إلا إذا كانت هناك صغارات ينفذ منها لديك لديك صحيح في العلم الاجتماعي كله وفي العلم الطبيعي أيضا أنه الظواهر الداخلية هي الأساس تأثير الظواهر الخارجية متوقف على الظاهرة من الداخل نفسها يعني مدى المناعة لو خدنا الجسم الإنسان مثال الميكروبات والفيروسات والأمراض التي تهاجب الأشخاص تتوقف تأثيرها على مستوى المناعة الجسم إذا الجسم لديه درجة عالية من المناعة يستطيع أنه يقوم هذه المؤثرات سواء مؤمرات أو خطط أو تدبير أو واضحة أو مخفية لما بتضعف المناعة الداخلية بتزداد قدرة من يستخدمون هذه الأساليب التي تنطوي على نوع من التآمر تزداد خضرتهم على التأثير لأنه بيجد فرصة متاحة أو بيجد صغرة أنه ينفذ منها ويحقق يحقق هدفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر